سايد رقم 16 البولي مورفو نيوكيلر نترو فيل شنو معنى النترو فيل واشرحنا عليها يمكن في بداية السنة يعني بشكل مبسط خاف اجيبك يا هادا السطر كله لبداية للإنيت شاكتب لك اكتب لك نقل لي خطأ يعني احنا تكون الأسئلة مالتنا داما انا اشرح لكم هذا الموضوع بهذه الطريقة انا مالحظة بعد اجيب لك الشرح ما عدا الأشياء اللي اقل لك عليها مثل الميكانيزم ماتر ناترول كولر سيل شنون دي تتعرف على كانسر سيل لا اجيبك هذا على شكل الشرح اللي هنا كنين أربع سطر السيفير بكتيريار انفكشن أكر اف دي اار تو فيو النمبر وسبب لي فتحالة مرضية اسمها النتروبيني or deficient in infection اذا انا اعرف النتروبيني في الكمبانات كلش مهم بالاميون سيستمالتنا ضمن الانيت و بالسيفير بكتيريار انفكشن اكر اف دي اار تو فيو يعني اذا اذا نتروبيني قلت كلش احتمال كبير ازود عندي لصابات البكتيرية لديه سيتو بلازميك غرانيول ها يحتاجها من عندك هذه غرانيولة هذه غرانيولة تعتبر تحتويلي على العديد ومختلف الانزيمات المحللة اللي تكون مهمة بالفعالية او العمليات قتل البكتيريار ايضا محفظه سبب ارتباطك مع النتروفير عن طريق الريسبترات لحيكون جدا مفيد في عملية البلعمة ويجعل البكتيريا سهلة تنوكل عن طريق النتروفيل أو المايكروفيلج الآن نجي إلى السلايد رقم 17 طبعا مو كله أطالبك به هذا ما عدا أشياء محددة أحكيت لكم أنا في بداية المحاضرات الإزنوفيل دائما نلقاها وين ساعدة بالإصابات الديدان أو بالإصابات التفيلية الإزنوفيل هل هي ويتبلسيل مع سيتبلازم كرانيول أيضا السيتبلازم ما لا تكون كرانيول الفكشن ما تلإزنوفيل هز نط من كليل استابلش بعد مو كلش واضح ولكن it seems likely that their main فكشن is to defend against the migratory ما تلارفة الياراقات ما لثمن ما تلديدان such as السيطرانكولايد they attach to the surface of the larva and discharge أنا كل الأطلبة من عندك الفكشن ما ته اللي هو السطر الثاني الباقي مو كلش أحتاج ما يعني من عندك ما عدل السطر الأخير بسلايد 17 الإزنوفيل لا يمكن فاقوسيز البكتيريا ولكن هزنوفيل مو كلش وليس لا يستخدم لتحضر البيوجيني بكتيريا إذن الإزنوفيل لا تعتبر فعالة ضد الإصابات البكتيرية فقط نزود مع الإصابات الديدان الطفيلية نجي السلايد رقم 18 البازوفيل والماثيل دعنا نعرف ما البازوفيل هي الوحيد بلسطر سايتو بلسطر موجودة مجرى الدم تفتر وليس الماثيل لا ما موجودة بالبازوفيل في مختلف 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 موجودة بالتشو أخير في الدم موجودة تحت الجليد والميكوز 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 تحت الجليد البازوفيل والماثيل لديه رسيبتر وين على ميكوز لفصول الوحيد من المتصعات السبب لفرط الحساسية وموجودة المشكلة دائما الماثيل منتصعت السببب لي فرط الحساسية وموجودة بالنقطة الخامسة يقول هذه تسبب الوحيد وانا شارح لكم الوحيد سلامة المستسيل مستستريحة على الطرحات土 مثل البيكتريا و الفيروس ذاتي خاطئ وان اجيب لك المستسيل شنون سلام عليكم المستسيل شنون سيئل هى الرجاء لبيكترية والفيروس يقول لي عن طريق او تحتوي على طرحاتب مثل ريسيبتر وهي هاي اللي سوي ريكوجينايز البكتريا والفيروس and responds by releasing سيدوكين and enzyme from their granules that mediate inflammation and attract attract معناها تجذبلي النيتروفيل and dentoric seals to the site of infection عندي سلايد رقم 11 كل الاريدة من عندك الانتجين برزنتك سيل مثل الميكروفاج هذه 3 main function عددلي هان فقط كل شمالي منك قلي البلعمة قلي الانتجين برزنتك تعرض لي الانتجين اللي هو شن الانتجين اللي فورن بودي موجود بالجسم تاخذ هاي الميكروفاج سوي لفاقوسايتوزيز بلعمة بلعة وتجي تعرضها على السطح خارج جمالتها وبالتالي رح يسين لي سايتوكاين بروتكشن اللي هي فد وصلت وسيلة اتصال بين هاي الخلايا والخلايا المتخصصة لمحاربة هاذا الانتجين نجي الى سلايت رقم 20 شنو الميكروفاج هذه الأساسي تنشط لتنشط البيكتريا كما يتخصص البكتريا من تدخل البكتريا فها ليست البكتريا بحد ذاتها يعمل شرطة مدني وفعل البكتريا وفعل الأموال وكل واحدة تشتغل تخصص أكن في الجزء في هذه البكتريا هي اللي تثير لي هذا النوع من هاي الخلايا وانا هاتشتكم عليه بالمعاضرة السابقة مثلا الموجودة بسطح الخارجة للبكترية او الاندوتوكسين او الاكزوتوكسين او غيرها باي بكتريال ببتايدوكلايكان احتمال او عن طريق الدي اناي ماتي البيكترية طبعا نخليلك بينقوسين خاف تقرأ هنا معلومة لك تفيدك الهيومن دي اناي واجيب الكيا ركزلي علي يجيك هذا السؤال الهيومن دي اناي از مثليتد وارز بكتريال دي اناي از ان مثليتد او اذا از ارسيب از افورين لح اقل لك مثلا المايكروفيج ليش دت السويلي هذا التمايز احنا عرفنا التمايز وشنون او مو موضوع يعني انا ما تخلك بالاميولوجي بصورة ديبلي ولكن حتى تتعرف انه شوان تفرق يعني اكو بكتريا يتم التعرف عن عليها عن طريق الجهاز المناعي مات الانسان عن طريق المادة الوراثية مالتها اللي هي الدي اناي وسيقول ليش ما تتتعرف عن طريق الدي اناي تتعرف على الدي اناي مات الانسان بسبب الدي اناي مالي هومن يكون مثليتت ويرز الدي اناي مالبكتريا المثليتت الساحة تجي تسأل شنو مثليتت شنو مثليتت معلومة لك بصورة عامة المثليتت معناه يمتلك مجموعة المثل اللي هو الان موجودة على الدي اناي مالتها بينما البكتريا دي اناي ما بيها مجموعة المثل هذه مستانس انتراكت مع الطول على الميكروفاج سيرفاس و سيجنال الدي اناي لتصنع الميكروفاج ايضا اكتفيت بي الگاما انترفيرون اتصنع بي الهربر تي سيل الگاما انترفيرون اتصنع الميكانزم الصراحان ما لحط عالبك بي بقدر انه شون ما تتعرف على الدي اناي ما لهيومن قل لي بسبب انه هذي يكون الدي اناي مالتها مثليتت ذاكين مثليتت الحجاية واحدة والفكش المالت الميكروفاج اللي اخذناها بالسلايد القبل وهذا الميكانزم مالتها ما مطالب من عنده ما ريد افق العلي سلايد واحد وعشرين اه مالك شغلة سلايد رقم واحد وعشرين ترك سلايد رقم اثنين وعشرين اللي هو السلايد الاخير من المحاضرة رقم سبن دين توركسيل شنية دين توركسيل ار اثير تايب اوف سيل ذات فكشن از بروفيشنال انتجين بريزن تكسيل اذا انا من عندي هنا لبريزن تكسيل خاف اجيبك احد ديان فراغات ثلاثة نقل لي المايكروفيج البي سيل والدين توركسيل صار واضح اجيبك ياهن اللي بريزن تين سيل ياهن تلف فراغات نقل لي اول وحدة الدين توركسيل مايكروفيج وال البي سيل دي اكسيبراس كلاس 2MHC بروتين انتبريزن الانتجين 2 CD4 بوزيت تي سيل نجي هنا they are particularly important ليش because they are the main inducer of the primary antibody response اذا رجان حفظ النقطة الاولى النقطة رقم 22 النقطة رقم 3 اهنان النقطة رقم 4 ما لحظ طلبك بي انه دي سم دين تورك دي هي تسكرايب there are many long narrow process ما اريدها من عندك النقطة الوراها الدين توركسيل are primary located under the skin ما اطالبك منعدها والدين توركسيل migrate from there ايضا ما اطالبك بيها كل الاريدك منعدها تعرف لالبرزين توركسيل بها 3 انواع واحدة منعدها لدين توركسيل وتعتبر جدا مهمة ليش they are the main inducer of the primary antibody response وانتهت محاضرتنا ورجاء ركزوا على الاشياء قلت لك اجيبها ذن الشرح الميكانزم والباقي يعني for your reference وشي يرتبط بشي رجاء من تقرأ اقرأ بتركيز واتمنى لكم التوفيق واني بلغت مصطفى احنا ماخذين تسع محاضرات اللي حمتحن بيها فقط ست محاضرات بلغت المحاضرة الاولى والثانية ما اجيبكم شي من العجبي ما انه احنا متحن نكوز المحاضرة الاخيرة مات البكترية لان بيها حجي هواية وقلت لها لتدخلها انا افضل ادخلون من رقم 3 الى رقم 8 ومن يبدي الدوام اي سؤال او استفسار سجل هنيمك نتناقش بيهن حتى برأس وعشر ايام ما اعرف حسب تعليمات الوزارة من نمتحن احنا نكون اوكي المحاضرات بس 6 لحتكون درجة على الامتحان درجة على الكوز ودرجة على الحضور وطبعا مساعدة موجودة للطالب الملتزم وعند اشتركوا في القناة